معي هنا في الستوديو عضو لجنة مؤتمر قاهرة دكتور جهاد مقدسي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور جهاد انطلاقا مما حدث بمجلس الأمن أي صورة تتوقعها للفترة المقبلة في سوريا كيف تبعت الموضوع علما بأن الوقت الآن ثمين جدا خاصة لمن يعاني داخل سوريا يعني ما حصل بمجلس الأمن ميسون هو مرآة لما يحصل على الأرض السورية الأرض السورية اقتتال ما بين فريقين فريق مدعوم المعارضة من الغرب وأمريكا وفريق مدعوم السلطة من روسيا والصين ومن ورائهم هذا الاستعصى انتقل إلى أروقت مجلس الأمن وحتى القرار تم تقديم قرارين فرنسي وروسي والفرنسي يعلم قبل تقديم القرار عندما كان في موسكو أن الروس سيستخدمون حق الفيتو فإذن الكل يعلم أن هذه المحاولة هي مسرحية للأسف لتفريغ الطاقة بين القوتين وأمريكا صامتة والروسي يعلم أنه سيجهد هذا القرار وعلى الجانب الآخر سيجهد قراره فمرآة تعكس حالة الاستعصاء السياسي والمزايدة السياسية من الطرفين دون أي نتيجة على حساب الدم السوري طبعا وحضرتك تصر بأنه على أهمية الحل السياسي وعلى مواجهة الحقائق صحيح؟ دون أي مساعدات وتقول دون أي مزايدات وتقول بأنه بالحالة السورية تحديدا يجب أن نفكر يعني لا يجب أن نفكر خارج صندوق نعم يعني هناك خصوصية سورية أنا أعتقد خاصة هذا الاعتقاد اليوم خاصة بعد مرور قرابة ست سنوات اليوم على هذه الحرب داخل سوريا وهي لم تعد حرب السوريين بالمناسبة يعني أغلب الأمور أصبحت أقليمية على أرضنا لكن لذلك نقول للحل السياسي لأنني أنا أرى أن الحل العسكري هو استنزاف حتى اليوم الأمريكي ما يقول وما يتداول ويسرب ضربات انتقامية يعني لن تؤدي إلى شيء يعني لديك حلفاء للسلطة مستعدون للقتال حتى آخر رجل يعني إذا أرسلت أمريكا يعني حتى الروسي حتى بالإضافة للمظلة السياسية نشر صواريخ S300 و S400 المتطورة فلذلك أنا أرى الحل العسكري سيؤدي فقط للقتل ويعني تبديد الطاقة بين الأطراف لكن لن يؤدي إلى شيء الحل هو عبر التوافق الروسي الأمريكي وهذا التوافق ينعكس على طبقة اللذين يحوضان حرب اليوم بس الأرض هي سوريا يعني الروسي اليوم يود أن يثبت للأمريكي أنه عاد على الساحة الدولية على حساب سوريا صحيح وأن هذا المنطقة هي الحديقة الخلفية له ونفوزه وبالتالي أي حل سياسي يجب أن يمر عبره والأمريكي للأمانة أعطاه توكيل مؤقت لكن هذا التوكيل لا يعني إعادة إنتاج المنظومة السياسية عندما شعر الأمريكي أن الروسي بوارد إعادة إنتاج ذات المنظومة وأن الموضوع بنهاية المطاف هو تجميلي فأوقف جميع الأمور وللأسف أهم اتفاقية بالنسبة لنا كسوريين هي اتفاقية وقف العدائيات وإدخال المساعدات الإنسانية واستنى في العملية السياسية يعني كسوريين على الصعيد الشعبي ما يهم السوري قبل الاتفاق السياسي أن يعيش بشكل طبيعي يعيش على الأقل حتى تحل الأزمة السياسية حتى هذا الموضوع محروم منه السوري للأسف من الطرفين صحيح والوضع السياسي المصالحة السياسية برأيك حوار السياسي هو الذي سيحل هذه الأزمة طالما أن المرجعية بيان جنيف يعني المصالحة ليست أن يذهب الناس ويعتزرون من بعضهم البعض لأن الموضوع ليس أزمة وزارية هناك أزمة حكم في سوريا فالحل هو وفقا لبيان جنيف والذي وافقت عليه السلطة لا نفرضها على أحد والذي وافقت عليه المعارضة فهذا البيان يقول أن الشعب يقرر هذا البيان يقول هي شراكة بين العقلة من الجانبين وإعادة هيكلة النظام السياسي في سوريا بشكل مشترك 2-2-5-4 قرار الأممي يقول إعادة كتابة الدستور السوري لأن اليوم السلطة تحكم بموجب هذا الدستور كل القساوة التي تمارسها السلطة شرعية ضمن الدستور بالمناسبة كل الإجراءات القضائية باعتقال كذا كلها دستورية طابعة فإذن العملية السياسية وفقا لهذا القرار الأممي هو أهم شيء بيان جنيف المرجعية إعادة كتابة الدستور بشكل مشترك وتشكيل جسم انتقالي مشترك ثم انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية هل ستكون شفافية أو قبل شفافية الانتخابات من يعني قلت انتقاء العقلاء من الطرفين من العقلاء من سيقرر لأنه دائما الحجة هي نتحدث عن متشددين وغير صالحين صحيح لخوض المعركة السياسية أي حرب جرت بأمكنة أخرى العقلاء هم من يقولون أننا نؤمن بالحل السياسي وغير متروسة أيديهم بالدماء يعني بنهاية المطاف العدالة التي نأملها في سوريا هي عدالة انتقالية وليس انتقامية لأنها إذا فتحنا باب العدالة الانتقامية لن يكون هناك سلام في سوريا للأسف هذا الكلام يؤلم الناس لأن الناس بالنسبة لها يعني الرجل في حلب عندما ينزل برميل على بينايتو ينظر للسماء ويقول لماذا أنا شو زنبي أصلا مفروض لمن يثور على الدكتاتورية أن يستخدم ويخضع للعدالة الانتقالية تماما لماذا لا يوجد السبيل الديمقراطي بنهاية المطاف والقانون الدولي نعم نعم دكتور جهاد بالنسبة للموقف الأمريكي بينما يحزم الطاقم الرئاسي حقائبه اليوم هل نعول على أي تغيير من قبل الطرف الأمريكي في اللحظات الأخيرة هل نتوقع أي مفاجأة أم أنه فقط تصعيد كلامي سنشهده فقط لعدم إحراج أوباما يعني حقيقة لكي لا نلوم الإدارة الأمريكية أكثر من اللازم من يقرأ السياسة الأمريكية يعلم أن هذا الرئيس تم انتخابه لكي لا يقوم بأي حرب ولا أي ضربات ويحل المشاكل بطريقة أخرى وهو وفي لهذه الأجندة صحيح هو هذا الوعد الذي قطعه فأنا شخصيا لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية بآخر أيامها ستدخل أو ستدخل بأجواء أجواء حرب باردي أوكي لكن بأجواء اشتباك عسكري ولأجل سوريا يعني مر أمور أكثر من ذلك في سوريا لأجل هيبتها على الأقل يعني هيبتها محفوظة لا أعتقد أن هيبتها اليوم يعني هذا يعني بين روسيا وأمريكا الفارق العسكري كبير جدا أنا يعني برأيي يعني بين روسيا وأمريكا فلا أعتقد الموضوع موضوع هيبة موضوع مقاربة الإدارة لا توا التغيير وهي معلنة أنا لن أقوم بأي عمل عسكري طيب هيبتها بعيوننا تقل لكن أمريكا بالنسبة لها يعني تتجه لآسيا ولا يهمها الشرق الأوسط هناك إعادة تموضع هناك تقارب مع إيران يعني أمريكا اليوم بحالة إعادة تموضع طيب بما أنك ذكرت إيران أين إيران من كل ما يحدث وما الهدف من هذا التراجع إذا أمكن تسميته قليلا لا 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 يوجد التراجع الإيران لاعب أساسي اليوم في سوريا لكن لاعب زكي جدا وأعتقد أن الإيرانيين اختاروا الصمت لأنهم يعلمون أن كل هذا الحراك السياسي لن يؤدي إلى أي مكان فلماذا يلتزمون بمواقف تكبلهم هنا أو هناك لكنهم موجودون على الأرض يقاتلون مع السلطة وبمعرفة السلطة وللحفاظ بالنهاية على هذه السلطة كما هي فالإيراني موجود ولكن وصمته عن قصد أنا برأيه وعن زكاء للأمانة يجب أن نعترف بأن هذا دهاء يعني الزكاء بمعنى الدهاء الإيراني اللي حتى اليوم لم يعترف ببيان جنيف وهو بيان موجود بقرار لمجلس الأمن الدولي فالصمت عن عمد أنا برأيه لأنه يعلم أن كل هذا الأمور إما من السهولة تخريبة وإما لن تؤدي إلى شيء لأن السلطة بحالة عدم تنازل اليوم السلطة السورية يعني تدافع عن البقاء وليست تدافع عن أجندة سياسية فلذلك يعلمون لن يكون هناك تنازلات فبالتالي العملية السياسية مجمدة يعني هو يعرف بأنه أو باتفاقات أو بكل ما يحدث خلف الكواليس يعلم بأنه لن يحدث أي شيء من حين هذا الخلاق سياسي الإيرانيين ديبلوماسيا موجودون ويرصدون كل شيء يعني الديبلوماسية الإيرانية نشطة جدا ولكن هو على علم بأنه كل هذا تصريحات ولن يغير في الوضع السوري سياسي يعلمون تعقيد الأرض لأنهم على الأرض يعلمون أنه لو اتفقنا على المستوى الدولي التطبيق وأكبر دليل آخر اتفاق لوقف العدائيات عند التطبيق على الأرض هناك مشاكل جمع من هو المعتدل ومن هو غير المعتدل وهل إذا هناك 200 غير معتدل نقصف مدينة بكاملها فالإيراني يعلم لأنه هو على الأرض فلذلك أعتقد أنه يجب أن نمنحه هذه الكريدت ألا يتمقص مدينة بأكمالها أو مبنى بأكمالها من أجل متشدد واحد إن كان من قبل حزب الله أو إيران أو أي من الميليشيات للأسف اليوم لا يوجد عقل بالحرب السورية طيب مع الرئيس أو الرئيسة المقبلة في الولايات المتحدة وللأسف ما زالت الأزمة السورية ومع طاصعيد كبير خاصة في حلب لوصول الرئيس القادم ما الذي نستشفه من خلال المناظرات إذا أردت مثلا كلينتون أمس كانت واضحة عندما أصلا أسمت الوجود الروسي بأنه عدوان روسي في سوريا يعني يجب أن نعلم كل ما يقال خلال السباق الرئاسي هو للسباق الرئاسي لكن من يرس البيت الأبيض والمكتب البيضاوي سينظر للعالم بعيون مختلفة لأن هناك تقارير مختلفة يقرأها الواقع السياسي أنا أعتقد هناك استمرارية بالسياسة الأمريكية وأنا أعتقد أنني كنت في واشنطن وحتى التقيت بأشخاص من فريق هيلاري كلينتون يعني اللي يعملون بالملف السوري وملف الشرق الأوساط أنا لمست أن التركيز هو على إصلاح العلاقة مع إسرائيل لأنهم يرون أن أوباما تضرر علاقة أمريكا مع إسرائيل ثم إيران وإحاطة إيران خاصة ماليا أما الشأن السوري بالنسبة لهم مهم لكن للأسف لن يرسل أحد أولاده ليقاتلون بالنيابة عننا لذلك الحل السياسي هو الحل أعلم أنه دواء مر للسوريين لأنه بطيء ومرحلي لكن أنا شخصيا لا أرى حل آخر في بلادنا سوى طاولة المفاوضات أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا هنا الدكتور جهاد مقدسي عضو لجنة مؤتمر القاهرة شكرا شكرا لحضرتك